يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز موهيم لتنذر قوما ما انذر أباهم فهم غافلون لقد هدك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأكشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أنذرتهم عم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وعجل كريم إنا نهل نهي الموتى ونكتب ما قدموا وعاثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين واذرب لهم مثلا على سهاب الكريه إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنهل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لعن لم تمتون نرجمنكم وليمسنكم منا أذاب عليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أكس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع مرسلين اتبعوا من لا يسعلكم عجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطر وإليه ترجعون أتكذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بالذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوكذون إني إذا لك ذلالي مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على الإباد ما يعتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا قم عهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجلنا فيها من العيون ليعكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق العزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تكتير العزيز العليم والكمر بدرناه منازل حتى عادك العرجون الكديم للشمس ينبقي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وعاية لهم عناها من لا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركضون وإن شاء نبرقهم فلا سريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاع الإلهين وإذا كين لهم اتقوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا أنها معردين وإذا كين لهم عنفكم مما رزككم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعندهم من لو يشاء الله عتعما إن أنتم إلا في ذلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تعقدهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الثور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وسدك المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخذرون فاليوم لا تهلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إننا سهاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ذلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرهيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبدوني هذا سرعة مستقيم ولكد أذل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم تبعدون إسلعواها اليوم بما كنتم تكثرون اليوم نكتم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسرون ولو نشاء وتمسنا على عيونهم فاستبقوا السرعة فعنا يبشرون ولو نشاء لو سقناهم على مكانتهم فما استساعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الحلق أفلا يأكلون وما علمناه الشئر وما ينبغيلا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا عنا كلكنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذنناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يعكلون ولو فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتكذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستثيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يعزنك قولهم إنا نعلم ما يسهون وما يعينون أولم يروا إنسان عنا كلكناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وذرب لنا مسلا ونسي القلق قال من يحيي لإذام وهي رميم كل يهيح الذي أنشها عول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لعب ذل نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليذ الذي خلق السماوات والعرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ولقوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العليم صدق الله العليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر